وبعد ما شفنا هذا العرض الجميل وبحلم يا مصر الحقيقة قاعد بقى مع رفاة الطهطاوي ملابسه لسه مغيرش أولاً عايزة هنيك على العرض وعايزة هنيك على الحوار وعايزة هنيك على الأداء التمثيدي وعايزة هنيك على الأغاني اللي اتغنت والكلمات والأرحان الحقيقة عمل بجد عمل محترم وعمل لازم الناس تيجي تفرج عليه وتشوفه عشان يعني تستمتع بفن راقي أنا عايزة أقول للناس اللي ما تعرفكش أن أنت خريج سينما أصلاً وأن شاهدتك مهمة جداً يعني لو كان رأي غيرك وتحقوله لك بصراحك ممكن أجامل مجاملة واحدة لكن الحقيقة أنا علي استمتعت بالعمل وحسيت أن أنا قدام عمل قوي وفي إسقاط أنت عملت نادي بالحرية للعمل وعملت نادي وبعدين الحقيقة أنت أبرزت حاجة إيجابية جداً في الشعب المصري اختيار شخصية رفاة الطهطاوي الشخصية المستنيرة اللي سفرت وتعلمت ورجعت وفتحت أول مدرسة للمرأة وعمل الوقاعة المصرية وغيره أنا قذرناك أنت عشان تعمل الدور بالشكل ده الحقيقة وحنا نشوفناك من شوية في الكواليس قبل العمل أنت تعبت فيه فيه اجتهاد هي زنقت طبعاً أنه ما بين الفصحة لأنه أزهري وما بين اللهجة الصعيدي لأنه صعيدي فيعني برضو متعبة شوية وعايزة مذاكرة كتير قدام المراية ومع نفسي ومع الموسرين ما تكسفش منهم وأنا بغلط عدنا ثلاث شهور بنعمل ده يعني من غير ما نتكسف من بعض وخدنا على بعض قوي وزي ما أنت لاحظت أنه إحنا بنحب بعض جداً حكاية اللغة يعني الفصحة بالتحديد أنا طلعت معك في لقاءات كثير وقلت أن أنا عشان درست تكتاب القرآن الكريم وكده فدي برضو عندك معاك يعني رخصة قراءة قرآن أو مزودة الحمد لله وإنت حتى لما قرد سورة الرحمن في الآخر الحقيقة بصوتك ده إيه كان جميل وكان مؤثر يعني النهاية عجبتني أنها يعني ما مالش رفاعة التهطاوي لأنه فكرة ولا أنه رأي والفكرة لا تموت يعني ده اللي حسيته ده كويس أنه وصلت كده بالوضوح ده الحمد لله الحقيقة المهمة اللي عايز أقولها أنت بتتكلمها دايماً أو المسرحية عملت تنادي بالحرية والفصل التاني بالكامل الصراع اللي بينك وبين الخديوي عباس هذا الخديوي اللي ظلم رفاعة التهطاوي اللي قفل الكتتيب وقفل منع التعليم وقفل المدارس وقفل وقاعة المصرية وعايز حد يتعلم وعايز يبقى دايماً فيه جهل لأنه شايف أن الجهل ده يقدر يقود الأمة وانت عملت أكد على الحرية 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 إلى أي مدى هناك إسقاط سياسي في هذا العمل على العصر اللي احنا فيه ما فيش غير الإسقاط يعني المحاولة التنوير اللي كان رفاعة التهطاوي بيحاول يوصلها للناس في الدين بالتحديد فالإسقاط الوحيد يمكن على موضوع أنه إحنا عندنا الجهل فعلاً تفشى يعني نسبة الأمية زادت قوي في السنين الأخيرة تقصد الأمية بشكل الأمية أو الأمية الثقافية أو الأمية السياسية أصل الأمية أنواع ما هو الفلاح في الغيط اللي ما بيعرفش يقرأ ويكتب أحياناً يقولك حكمة ما يقولهاش علم كبير صحيح بس ده بيبقى استثناء لكن من التكلم في العموم اللي بيعرف يقرأ ويكتب بيبقى متنور أكتر الإسقاط السياسي هنا مش كبير أوي إلا في حتة إنه المشهد اللي بيقول فيه على الرجل المتزمت أوي دينياً إنه مش بعيد الرجل دا لإنه الحدث بيحصل من 200 سنة أو أكتر يقتل في يوم الأيام أولاد إنه مش بعيد يجي عليه زمن يقتل في يوم الأيام أولادي وده اللي حصل دلوقتي إنه فيه خطاب ديني جديد بيوصل الناس إنها تقتل وهي شايفة إن ده دين أو إن ده جزء من الدين يعني هل ده هو المرال الوحيد ولا هناك فيه برضو رسائل أخرى المسرحية عايزة تقولها فيه رسالة زي ما حضرتك قلت الحرية إنه الحرية والعدل هم أساس وجود أي دولة أو عظمة أي دولة لو انعدمت الحرية وانعدم العدل مفيش مصر زي ما هو قال في الآخر إن من غير الحرية والعدل مفيش مصر فيه جملة عجبية إنه قلت له أنت عايزت يعني تقول له يعني كلنا عندنا دين واحد مش هما دين وإحنا دين مظبوط أنت كنت بترمي لأيه الجملة دي تحديدا هي دي جملة رفاعة تهطاوي يعني فيه جمل كتير في الرؤية من رفاعة تهطاوي نفسه واخدينها من رفاعة تهطاوي نفسه مثلا زي حب الوطن عبادة